السلام عليكم عمر معاكم هنا بناء على طلب الجمهور والكومتس اللي وصلتني كثير من الاخوان يسألوني عمر ما هو الاستثمارات الافضل في عام 22 ايش الشركات ايش تنصحنا هدف حلقة اليوم اني اعطيكم من وجهة نظري افضل 10 شركات الاستثمار فيها في عام 22 ليس مبنية على ترتيب معين ولكن من وجهة نظري وجودها كهذه الشركات في محفظتك الاستثمارية مجزية في عام 22 طبعا قبل ما نبدأ حلقة اليوم اللي يحب يتعلم امور الاستثمار وما اجمل الاستثمار بطريقة علمية وتحليل القوائم المالية واختيار الشركات كده لا لها مستقبل تتوقع المستقبل لها وتتضاعف كورس متكامل تلاقوا تفاصيلها في الدسكريبشن ونبدأ حلقة اليوم الاختيارات طبعا مبنية على كذا عامل اول شيء اما موجودة في محفظات الاستثمارية او سأقوم بتعزيز او قم بتعزيز شرائي في الاسابيع الماضي شيء ثاني طبعا يوجد بعض الشركات اللي من وجهة نظري ما زالت في الواتش لست عندي ما اخترت هذه الشركات ولكن اراقب سعر السهم سعر السهم نزل بطريقة عالية ففرصة الان للاستثمار فيها ولكن انتظر سعر معين للشراء كثير واغلب الشركات اللي انا بتكلم عنها هي استثمارات طويلة يعني من 5 الى 10 سنوات على الاقل اعتبرها هتكون ان شاء الله مجزية في عام 22 ولكن حتى لو ما كانت مجزية وجودها في محفظتك الاستثمارية مهم جدا لانها شركات مميزة غير كده طبعا يوجد بعض الخيارات اللي هي قصيرة المدى لي استثمارات سنة يعني رقسمت على اثنين الشيء الثاني طبعا وهي الهدف من هذا الفيديو تعليمي بحت يعني حتى انا متردد وانا بسوي هذه الحلقات لاني انا هدف التعليم فحتى في هذا الفيديو بأعطيكم القصة ليش استثمرت فيها بطريقة علمية بعض الشيء هتستفيدوا منها فاقول لكم قبل ما لا تمشوا معايا بالعميان اعمل دراستك قبل ما تعمل اي استثمار لانه زي ما قلت هدفه فقط تعليمي والاسواق تتغير بفترات معينة اللي شاهد هذا الفيديو مثلا متأخر ممكن اسبوع تفرق كل شيء في الخيارات فنبدأ والشركة الاولى اللي من وجهة نظري هي شركة امازون ليش يا عمر امازون ابدأ اقول لكم ليش لانه هذه الشركة من عام منتصف عام 22 ما قدمت شيء للمستثمرين شوفوا لو نقارن مثلا شركة امازون بفيسبوك والفابت شركة امازون خلال تقريبا عام 21 ما رجعت الا تقريبا 3% مقارنة بالفابت اللي رجعت تقريبا 64% وفيسبوك 23% فتقدروا تقولوا كان استثمار غير مجي لفترات طويلة يعني اكثر من سنة ونصف امازون ما قدمت شيء للمستثمرين شوفوا حتى في بداية السنة يعني على نزول القيمة السوقية لشركة امازون اليوم 1.6 تريليون دولار والبي اي تشوفوا مرتفع 77 تقولوا مرة مرتفع اقدر اقول لكم صحيح مرتفع ولكن لو نشوف فكر شركة امازون واللي ما يعرف امازون وطريقة تفكير جيف بيزوس كيف كون هذه الشركة هدف هذه الشركة دائما الاستثمار من افضل الشركات تدير الاموال وتستثمر اموالها يعني تقدر تقولوا من top 5 companies في ال capital allocation تمسك هذه الاموال تستثمرها في اشياء يعني مستقبلية وتقدر يعني تحصد ثمارها بعد اربع وخمسة سنوات في المستقبل شركة امازون يعني الرائدة في هذا الشيء فطبعا الان وفي فترة 2021 و2020 كان عليهم ضخط بسبب الكوفيد فايش سووا هذه الشركة قامت باستثمار بشكل عالي جدا في الامور الكابكس خلينا نشرح كده بطريقة سريعة ايش عن الفري كاش فلو الوبراتينج كاش فلو اللي هي ربحية الشركة من العمليات طرح اي استثمارات ستقوم بها الشركة لو تشوفوا الفري كاش فلو بالنسبة للشركة وهذا اثر على الشركة نازل بطريقة عالية جدا في عام 2022 في عام 2021 و 2021 صار بالسلبي الفري كاش فلو اسبابها الرئيسية انه الشركة قاعدة يعني تستثمر اموالها بشكل عالي جدا في الامور زي الفوفيلمت سنتر زي الويرهاوس يعني تبقى تعمل شبكة متكاملة اكبر من الشبكة اللي هي موجودة عشان توصل المنتجات في اسرع وقت بأرخص الأوقات وبأرخص بمتناول الجميع وبضغطة زر فهذا هدفها الرئيسي هذه الشركة يعني استثمارات دائما طويلة لو تشوفوا حتى الـ نزلت أسباب نزول الـ نتكلم على ارتفاع في أسعار الموظفين وهذا بيأثر على جميع الشركات الشيء الثاني السيبلاي تشين ومشكلة فيها السيبلاي تشين فشركة امازون ايش قررت؟ قررت انه ما ترفع الأسعار للزباين زي ما كان زي ما بتقوم الشركات الأخرى برفع الأسعار فنسهلها عليكم كده شركة امازون هي شركة امازون دوت كوم تبيع منتجات للزباين عندها شركة امازون هي زي فادكس او زي دي اتشيل بتوصل المنتجات وعندها شبكة توصيل غير طبيعية كبيرة جدا تنافس اكبر شبكات التوصيل في العالم فهذا فيها استثمارات كثيرة ولا ننسى عندها اي دابل يو اس اللي هي الكلاود بيزنس واللي يعتبر من اكثر الاشياء المربحة بالنسبة للشركة طيب نتكلم الآن على الكلاود وليش مؤمن بالشركة تكلمنا على الامور السلبية اللي واجهتها اقول لكم الكلاود بالنسبة لشركة امازون اليوم الكلاود تقريبا المصاريف فيها او الصرف اللي بيصرفه العالم في الكلاود وبالتحديد في امريكا مية وستين مليار دولار هذه ميزانيات الكلاود حول امريكا متوقع انه يرتفع الكلاود وصرف الشركات في الكلاود الى ٣٨٠ مليار دولار امازون رقم واحد في امريكا في مجال الكلاود ولا لنسى الكلاود كل الشركات الآن بدأت تحول على الكلاود والديجيتل فإذا نسبة 32% تسيطر شركة AWS أفضل من أزور اللي هي مقدمة من أمازون أفضل من جوجل كلاود اللي 9% فالمستقبل عالي جدا فيه قطاع بينمو بشكل سريع جدا يعني متوقع يتضاعف هذا القطاع في أقل من خمسة سنوات هذه دراسة سريعة عملتها وأرقام كده قدامكم الـ AWS البزنس الكلاود بالنسبة لأمازون المتوقع في عام 25 أو 26 يوصل إلى 175 مليار دولار ربح الكلاود مقارنة بالمبيعات عالي جدا يعني بنتكلم أكثر من 30% فمن المتوقع الكلاود بزنس هيشهد نمو عالي جدا من 9 مليار كان في 2019 اليوم في عام 2021 تدبل هذا الرقم إلى 18 مليار متوقع ثلاث أضعاف في الخمسة أو الخمسة سنوات القادمة اليصبح 52 مليار إذا نأخذ الملتبل ولو تتذكروا الملتبل اللي تكلمنا عنه لشركة أمازون هو 77 يعتبر عالي جدا أنا قررت أن يأخذ فقط 25 الملتبل اليوم سعر بس الكلاود بزنس لو أخذنا وتوقع الأرقام اللي احنا تكلمنا عنها و 1.3 تريليون دولار هو الكلاود قيمة الشركة اليوم 1.6 مليار يعني طنشنا كل شيء بتقدمه أمازون من ناحية الـ DHL Service من ناحية المبيعات لو نتكلم على مبيعات Amazon.com اللي هي الـ Retail Business شوف النمو بالنسبة للمبيعات من 386 مليار إلى 470 مليار متوقع 956 مليار دولار ربحية الـ Amazon.com قليلة نقدر نقول 3% فـ 75 مليار دولار هو الربحة الصافي بالنسبة لـ Amazon.com هذا يعتبر لو ناخد كمان ملتبل 20 فقط أو 25 احنا بنتكلم 1.5 مليار دولار يعني لو نجمع الاثنين مع بعض على الأقل أمازون من وجهة نظري ستتباعف في الأربع سنوات القادمة هذا يعني من وجهة نظري وجودها في المحفظة الاستثمارية مهم جدا خليني أنا أديكم إيش الزبدة بالنسبة لي أنا أملك شركة أمازون في محفظاتي عندي 37 سهم عندي قيمتي تقريبا 2900 سعر السهم عندي تقريبا 5% في محفظاتي الاستثماري قب بشراء بسيط جدا في الفترات الأخيرة أرى أنه ربما ينزل أكثر ولكن يعني ما زلت مؤمن في هذه الشركة وأقدر أضيف أكثر من 5% في هذه الشركة سعر السهم اليوم مرتفع بعض الشيء ولكن مقارنته بالقيمة الجوهرية للشركة أراها مناسبة أعتبرها من الشركات الآمنة والشركة لا أنوي أن أبيعها في العشرة أو حتى 15 سنة القادرة نخش على الشركة الثانية اللي هي IXC iShare Global Energy ETF وهذا ETF مركز على أغلب الشركات اللي لها علاقة في الإنتاج والبرودكشن بالنسبة للطاقة تدفع عوائد وأرباح موزع تقريبا 3.65 رقم مميز في الفترة الزمنية اللي إحنا فيه لو نشوف بعض الشركات اللي موجودة اكسون موبل، شيفرون، توتال، بي بي، رويل دوتش طبعا بعض الشركات هذه أنا موجودة عندي أصلا في محفظاتي عندي بي بي مشتريها من عام 20 رويل دوتش كمان عندي في محفظاتي هذا ETF متكامل يبعدك عن المخاطر اللي موجودة في شركات الطاقة يركز هذا الـ ETF على شركات الطاقة الأمريكية وشركات الطاقة العالمية طبعا نركز ونرجع نبين للناس أداء هذا الـ ETF السنة الماضية 40% أداء هذا الـ ETF في آخر 3 سنوات فقط 3.3% يعني أسوأ بكثير من المؤشر أداءه في الخمسة سنوات الماضية أقل بالماينس يعني يعطيك انطباع أنه هذا الـ ETF يعني ليس نظرة طويلة وقطاع الطاقة دائما يتحرك بتذبدب عالي جداً ليش مؤمن فيه في عام كنت مؤمن فيه في عام 20 وضفت بعض الاستثمارات في عام 22 أقول لكم ليش لأنه هذا الـ ETF أول شيء يعني بينزل بطريقة غريبة كان ولا يمشي مع الـ Brent Oil اليوم الـ Brent Oil يعني لو نطالع ماشي هذا الـ ETF كأنه الـ Brent تقريبا 52 مع العلم أنه سعر الـ Brent Oil اليوم صار 80 فلازم هذا الـ ETF ينطلق ويطلع بسرعة جداً غير كده طبعاً أنه شركات الطاقة وأغلبها الآن قللت استثماراتها في البنية التحتية قررت إيش؟ ما نبغى نزود الإنتاج ما نبغى نرفع في البنية التحتية كل هدفنا هو أنه نرجع الأموال للمستثمرين نشتري أسهمنا أو نوزع أرباح موزع أو شوفوا مقارنة الاستثمار الكابكس بالنسبة لشركات الطاقة في العشر سنوات الماضية كانوا بيصرفوا تقريباً 127 107 اليوم فقط بيصرفوا أقل من 40 وحتى 35% من الفري كاشفلو بالنسبة للشركة ككابكس فهذا يعطيك انطباع أنه الاستثمارات قليلة جداً وكل هدف هذه شركات الطاقة أنه تطلع أموال بطريقة عالية جداً تفع سعر سهمة وترجع بعض الأرباح للمستثمرين غير كده طبعاً وأوبيك وأوبيك ما سيطر على الطاقة ما بتزود الإنتاج لها عندك كثير من الدول الموجودة في أوبيك ما هي قادرة تعمل إنتاج أكثر فمن وجهة نظري الآن الأخطاء اللي صارت في الماضي في أوبيك ربما تسيطر عليها في الفترة الحالية بعدم الإنتاج زيادة مما سيؤدي إلى ارتفاع البرينت والكرود أويل مما يؤدي إلى ارتفاع شركات الطاقة خلينا نعطيكم كده بسرعة أنا عندي مجموعة كبيرة من الـ ETF اللي قمت في شراءها الأسابيع الماضية الأكسلي اشتريته تقريباً عندي ما يقارب 1250 سهم ارتفعت فقط في الخمسة يام الماضية أكثر من 10% وتكلمت عنها في الحلقات الماضية وتكلمت عن خطة الاستثمارية أني بشتري في الطاقة نفس الشيء البرينت ارتفع تقريباً 4% في الفترة الماضية سئر المؤشر جيد لكنه ارتفع بشكل عالي في الفترة الماضية ما زلت مؤمن أن الطاقة سترتفع أكثر في الفترة القادمة مع العلم أنه إحنا في مرحلة يعني الناس والمستثمرين يبغوا أرباح موزعة اليوم مع التضخم زي ما قلنا ارتفع بشكل عالي في 2022 القطاع الأفضل أداء أعتبر الاستثمار في الطاقة سنة نظرتي قصيرة للاستثمار فيه لأنه سيواجه يعني تذبذب عالي والأسعار بتطلع بطريقة عالية فيجب أن تكون حذر والمخاطرة طبعاً في الطاقة وأي شيء ليه علاقة بالسلع والكوموديتيز المخاطرة عالية طيب نيجي على الشركة الثالثة واللي تكلمت عنها كمان بركشير هاثوي شركة وارين بوفيت اللي من وجهة نظري من أكثر الشركات المميزة من أكثر الشركات المتنوعة أعتبرها كأنك بتستثمر في مؤشر الـ S&P 500 بطريقة حلال ما عنده أي شركة فيها محرمات فكثير من الأخوان اللي ما يحب يستثمر في مؤشر الـ S&P 500 لأنه فيها محرمات أنصح تستثمر في شركة بركشير هاثوي شركة مدارة من أفضل عقلية استثمارية في العالم وبدون ما يدفعك ريال واحد أو درهم واحد هذا أداء بركشير هاثوي ويعني تقدروا تقولوا على ارتفاع مميز جدا شوفوا مقارنته بالـ S&P 500 لو استثمرت في عام 2 21 جانيوري أداء وأفضل من مؤشر الـ S&P 500 تسألوني عمر ليش مؤمن بهذه الشركة وأقدر أقول لكم مؤمن فيها لأنه لو نطالع بالـ Book Value بالنسبة للشركة اللي ما يريف إشها الـ Book Value أو Price to Book Value طبعا نشرحها في الكورس أكثر ولكن من المؤشرات المهمة اللي تشوف فيها شركات المتنوية شركة بركشير هاثوي تملك أشياء كثيرة تملك أشياء لها علاقة بالشحن والقطارات لها شركات تأمين لها شركة أبل كوكاكولا تملك كثير من المنتجات شركة بركشير هاثوي الـ Book Value بالنسبة لها 1.2 مقارنة بالتاريخ عبر أكثر من 5 سنوات ويعتبر من أقل ما يكون يعني الفترة الوحيدة اللي هي أقل منها كانت في عام 20 فنقدر نقول الـ Book Value بالنسبة للشركة مميز الشيء الثاني يملك بركشير هاثوي جزء كبير من شركة أبل أكثر من 5% من المستثمرين في أبل هي شركة بركشير هاثوي تقريبا نقدر نقول 25% من الماركت كاب حق بركشير هاثوي هي شركة أبل شركة أبل طالعة 500% تقريبا مع العلم أنه بركشير هاثوي فقط 70% فأقدر أقول لكم أنه أرقام أبل ما صارت تخش بطريقة علمية في شركة بركشير هاثوي إشان كده أتوقع أنه بركشير هاثوي حتطلع أكثر اليوم القيمة الماركت كاب بالنسبة لبركشير هاثوي 700 مليار دولار أتوقع أنه توصل الواحد تريليون دولار في الفترة القريبة أعتبرها من الشركات المميزة التي تحطها في محفظاتك لفترات طويلة أنا طبعا مستثمر في بركشير هاثوي قمت بشراء بسيط في الفترة الأخيرة في بركشير هاثوي أعتبر سعرها معتدل مقارنة بالقيمة الجوهرية قمت بشراء 0.5 في الأيام الماضي أعتبرها من الشركات الآمنة لأنوي أن أبيع هذه الشركة لعشرات السنين نيجي على الشركة الرابعة اللي أنا دايما أتكلم عنها وليما شف حلقتي عن علي بابا أضع لكم اللينك تكلمت عنها بشكل سريع أحب أن أنوه عنها أكثر من الشركات اللي أنا أضعها في التوب 10 الـ PE بالنسبة للشركة 15 قليل جدا شوفوا تذكروا هذا الماركت كاب 351 مليار دولار ليش أنا مؤمن في شركة علي بابا هقول لكم الآن سعر السهم نازل أكثر من 42% تقول يا عمر هذه شركة مضروبة شوف سعر السهم نازل أقول لكم خلينا نتكلم كده بطريقة سريعة نتكلم عدد الناس اللي بتستخدم البلاتفورم في الصين فقط في الصين عندك 782 مليون شخص اليوم الصين الطبقة المتوسطة في الصين هي فقط يعني نقدر نقول فيه كثير يعني أكثر من 700 مليون شخص في الصين يعتبر في مرحلة الفقرة الحكومة هدفها الرئيسي هي رفع هذه الطبقة عشان يعني يزودوا دخل المواطن فالهدف واضح بالنسبة للصين كلما تزيد الدخلة المتوسط علي بابا هترتفع بشكل كبير جدا اليوم عندها 782 مليون مستخدم عندها أكثر من 1.2 مليار مستخدم حول العالم طيب تقول السهم ليش نزل 42% شوفوا أضيف لكم طلع سعر السهم وأرباح الشركة طلع عوائد أو الريفنيوز بالنسبة للشركة طالع 29% الإي كومرس بيزنس طالع 30% الإنترناشنال إي كومرس لا تنسوا علي بابا قاعدت تنتشر حول العالم طالع 34% ولا تنسوا الكلاود بيزنس طالع 33% كل هذا الارتفاع بالنسبة للنمو بالنسبة للشركة طيب ليش سعر السهم نازل؟ أقول لكم فرصة لا تتعود بالنسبة للاستثمار لا أعرف ليش نزل سعر السهم في عوامل الضغوطات الحكومية غيرها ولكن في النهاية أقول لكم دائما سعر السهم يرجع للقوائم المالية للفترات الطويلة نتكلم على الكلاود بطريقة سريعة وتقريبا 40% من ربحية شركة علي بابا هي مسيطر على الكلاود مقارنة بالكلاود بيزنس حول الصين يعني تقدروا تقولوا ماركت شير علي بابا بالنسبة للكلاود 40% مقارنة بأكبر منافسي تنسنت وبايدو فقط 37% واوي 19% فهو تقدروا تقولوا رقم واحد في الكلاود في الصين لو نيجي ونشوف نذكر الناس تكلمنا على النمو في قطاع الكلاود في أمريكا متوقع أنه يوصل 380 مليار دولار في عام 25 اليوم الكلاود بيزنس في الصين فقط يعني 32 مليار دولار متوقع فيه العشق الخمسة سنوات القادمة أنه يرتفع 158 مليار دولار الكل يتفق ما في أي دراسة تقولك أنه الكلاود هو المستقبل كل شيء حيصير عنده أمور إلكترونية كل شيء حيتخزن على الكلاود أمور كثيرة نحن في عصر الديجيتل الويب 3 وغيره فهذه كل أمور تبين لك أنه الكلاود بيزنس هي المستقبل لو نيجي ونطالع بالكلاود بيزنس تكلمنا علي بابا عندها 39% من الكلاود بيزنس لو هذه الأرقام صحيحة يعني 158 مليار دولار نسبة علي بابا يعني 61 مليار يعني نضرب 39% نسبة علي بابا في الكلاود بيزنس المتوقع في الخمسة سنوات الكلاود بيزنس يوصل 158 مليار دولار يعني الكلاود بيزنس بالنسبة علي بابا 61 مليار دولار طيب ربحية الكلاود بيزنس اليوم 35% يعني من كل دولار أو كل 100 دولار يدخل في الكلاود بيزنس من ناحية عوائد توقع أنه 35% ربح للشركة يعني نتوقع 21.5 مليار دولار ربح الكلاود بيزنس لشركة علي بابا لو نيجي ونعطي ملتيبل بالنسبة لشركة علي بابا شفنا الملتيبل بالنسبة لأمازون 77% عطيناها ملتيبل 25% اليوم الملتيبل بالنسبة ليه علي بابا 15% اللي اعتبره واطي جدا مفروض 20.25% لو عطينا ملتيبل بس للكلاود بيزنس بالنسبة لعلي بابا هي 323 مليار دولار 323 مليار دولار هي بس الكلاود بيزنس بالنسبة لعلي بابا طيب نشوف الماركت كاب لعلي بابا الماركت كاب يعني كأنك بتشتري فقط الكلاود بيزنس الماركت فاليو بالنسبة لشركة علي بابا 351 مليار دولار يعني يا بلاش غير كده طبعا أنا عملت دراسة بالنسبة لشركة علي بابا بطريقة يعني أقدر أقول لكم وهذا يعلمكم في الكورس كيف تسوى شكلها صعب ولكن صدقوني سهلة بس تحطوا الأرقام تشوفوا كل شيء الأكسل موجودة وتقدروا تنزلوها نمو من جد أقل ما يكون أقل من 10% شركة علي بابا نمت أكثر من 30% مع كل يعني حطيت أساسمنت سلبية جدا بالنسبة لشركة علي بابا أقدر أقول لكم سعر السهم المتوقع في العشر سنوات على الأقل 650 تقريبا دولار أو 628 دولار هذا يعتبر ما يقارب خمسة مرات ضعف سعر السهم في العشر سنوات القادمة من وجهة نظري يعني هذا الاستثمار مجدي أقول لكم شركة علي بابا قمت بشراء بعض الأسهم في الأسابيع الماضية ما زلت مؤمن فيها يوجد فيها أكثر من 11% اللي شاف الفيديو تكلمت عنها أكثر فهذه الأربع شركات في الحلقة القادمة ستكلم عن الشركات أخرى ستة شركات أخرى نستثمر فيها في عام 22 إن شاء الله تكونوا استفدتم من حلقة اليوم شكرا وإلى اللقاء